فضل السلام عليكم عليكم السلام تحبوا تشارك معنا؟ شونك أخي العزيز حياك الله اللهم يحفظك الطيب خلوق عرفنا بنفسك أبو من؟ أنا عراقي شيعي من العراق شيعي عراقي اسمك أبو من؟ ولكن أنا أحمد عمري 16 سنة فقط حياك الله يا أحمد اللهم يحفظك أخي العزيز الله يسعدك يا أحمد ويبارك فيك أنا تقريبا صار لي شهر ما يقارب إذا شهران أتابع مقاطعك أنت الإنسان الطيب الخلوق وأتابع مقاطع الشيخ عثمان الخميس وأني إذا أشوف الحق وما أقدر وبعدين قبل فترة رحت إذا أبي أبوي وقلت لي على الأبوي أن هذا الحق هو دين باطل ما مستحيل يكون شخص عايش 1400 سنة الله عليك الله أبوي مباشرة أخي العزيز ضربني وأذاني وربقني وقل لي أنت هيتش راح تصير مشرك فشن اللي أعمل أنا شن اللي أساوي والله حصل هذا يا أخه حصل هذا بالله أيها الله بالله صادق لا حول ولا قتا إلا جميع لا حول ولا قتا إلا جميع هنيئا لك يا أحمد أنا بس عايز أقرأ عليك آية يا أحمد الأول قبل أن أجيبك نعم شوف يا أحمد إحنا عندنا في سورة الحشر الآية رقم ثمانية الآية رقم ثمانية الآية رقم ثمانية الله سبحانه وتعالى بيصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث لهم قريب من اللي حدث ليك هذا قال إيه بقى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا أخرجوا، مش خرجوا شوفوا واحد يجي لبيتك الآن ويطلعك من بيتك ويأخد مالك الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليه أخرجوا في ديارهم وأموالهم؟ يفتغون فضلًا من الله poisعرالي يريدون فضل من الله وردوان من الله وينسرون الله ورسوله ربنا سموهم إبايخه خرجة عشان ينسروا الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أولئك هم الصادقون فسمهم الله بالصادقين فاللي أنت في يا أحمد هذا اقتلاء من الله تبارك وتعالى لكنك عرفت الحق وعرفت طريق الحق فالزم هذا الطريق هل يمكن أن أفعل كما فعل سليمان الفارسي المحمدي نعم اكتم عليهم يا أحمد اكتم عليهم أنت تعرف الصحابي سليمان الفارسي نعم سلمان الفارسي عفوا سلمان الفارسي نعم اكتم عليهم يا أحمد اي اكتم عليهم ولا تخبرهم بشي اشتوان أصلي حاليا أصلي صلاة الشيعة ولا صلاة السنة أحمد تواصل معي الآن شوفي أحمد سواني سواني يخليك معي يا أحمد بارك الله بيك اللهم يحبك بصي أحمد أنا كتبت لك الآن رقمي الخاص تواصل معي بعد البث أنا أقول لك ماذا استفعل وسأخبرك الآن على البث اللهم يحبك الله يحبك يا أحمد ماشي يتواصل معي الله يحبك يا أحمد هنيئا لك يا أحمد والله في هذا السن ما شاء الله 16 سنة 16 سنة وتلقى عنده 80 سنة وراح يزحف على بطنه للقبر يطلب منه 80 سنة و70 سنة ويشرك بالله هنيئا لك يا أحمد 16 سنة يا ولدي هنيئا لك والله على هذه العقلية المتفتحة يا أحمد لا بأس يا حبيبي إنك تخفي عن أهلك وصلي تكتب في صلاتك وجدتهم سيرونك وستتأذى إيش باليديك عادي هذا لأن هذا السؤال يأتيني من كثير من المهتدين لن يدر هذا في صلاتك يا أحمد إيش باليديك عادي بما أنهم سيرونك ضعي التربة أمامك يا أحمد مع أن المفروض للإنسان أمرت أن أسجد على سبع ومنها الجبهة ومنها الأنف فأنت لو سجدت على التربة قد لا تستطيع أن تسجد على أنفك ضعي التربة أمامك ومتي تسجد حاول أن أنفك يلمس الأرض وجبهتك حاول أنك تجعلها أمامك هكذا لكن لا تسجد عليها حتى لو دخل أي أحد ولا شيء فلا بأس في مثل هذه المواقف التي ستتأذى أن تكتم عنه ولكن يا أحمد بما أن أبوك لم يقبل وحدث هذا الضرر لا تخبره بتسننك الآن ولا تخبره بأي شيء من ذلك وأسأل الله يا أحمد أن يثبتك وأن يأخذ بيدك إلى الحق وأن يوفقك وأن يهدي والدك اللهم إني أسألك بنور وجهك شوف يا شيعة توسل أهل السنة والجماعة لن نقول بحق فلنه بالضريح الفلن اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة اللهم يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان اللهم يا هادي اللهم إني أسألك أن تهدي هذا والد أخنا أحمد يا رب وأن تأخذ بيده هو وأمه والبقية إلى الحق وإلى نور التوحيد فأنت ادعو لأبوك يا أحمد ادعو لأبيك في الصلاة ونسأل أن يشرح صدر وهنيئا لك يا أحمد هنيئا لك ونسأل أن يثبتك يا رب ورقم الخاص عندك نتواصل عليه دائما بإذن الله تبارك وتعالى أبشركم يا أهل السنة والله كثير مثل أحمد يأتينا بفضل الله تبارك وتعالى لسه الإسبوع الماضي دوت فتا عنده خمستاشر سنة ونسأل أن يوفقه ونساء ورجال نسأل أن يهديهم يا رب وأن يثبتهم على الحق أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد اشتركوا في القناة